الفيديو بعنوان خايفين ليه نشار التعجل نشارك استفهام مع تعجل الاخ عبدالله رجدي البناء بيخافوا عليه يقولك انه الدين مرصوص رصة جنب بعضها يخافوا وشيروا حجرة وعطوا لك خايفين ليه ما ترفعوا من الاحاديث الموجودة في البخاري اللي لا يتناسب مع العقل ولا مع العلم مفيش حاجة في البخاري اللي يتتناسب لا مع العقل ولا مع العلم كل الاحاديث اللي فيه منطقية انما ممكن فيه احاديث انت مش شايفها تتناسب دي عضية تانية زي حديث الذبابة ان الذبابة لو وقعت في كوب يغمسها وطلحها في احد الجناحين داء والاخر دواء انا اطلب من كل اللي يتفرج عليها يدخل على جوجل ويعمل سرش على موضوع الداء والدواء في جناحي الذبابة وشوفوا المعلومات اللي قالها العلمائي وشوفوا امكانية ان يكون فيه حشرة حاملة للجراثيم وحاملة للترياق بتاع الجراثيم دي مع التحفظ على كلمة امكانية تضيقي انت عم تحكي على دين على رسول عم بيعطي نصائح مطلقة لكل زمان ومكان اول شيء كلمة امكانية هي ايهان الى الحديث نفسه انه نعم رسول قالوا ذبابة كذا لكن فيه علماء قالوا فيه امكانية بدا يكون حتمي موضوع اوجه تاني شيء صديقي ليش نروح على جوجل نحن ونعمل سيرش ونفوت نكتب هل هناك دليل على انه الذبابة لها داء ودواء عم يطلع لنا هيلة منتديات تبع حراس العقيدة ولا درع الاسلام ولا الالحاد في مأزق وحاطين لي مقالات كووت كووت علمية من مثل هون الاخ كاتبنا شو اسمه الدكتور مصطفى ابراهيم يجيب لنا الاستاذ الدكتور مصطفى ابراهيم كاتب لك مقالة كاملة انه نعم متى شو صديقي وتبتقول انت دور على شغلات علمية انت عبتقول على علم تجريبي مو علم اسلامي بلاش تتعب بشغلة الاخ عبدالله رجدي عامل هاي الفيديوهات او بيعمل هاي الفيديوهات فعلا مو للناس اللي بتدور او الناس اللي بتفكر في شكل عام واسف على كلمة ما اصدل ايهانة لأي حدا لكن هاي الكلمة تبعا اذا بدكم تتأكدوا بعينكم روحوا شوفوا على جوجل عملوا بحث بسيط هو بيعرف لمين هذا الكلام موجه هذا موجه لناس بسيطين مسلمين بسيطين مثل امي عزيزي المثال ما احترامي لها طبعا ماما قصاي ساي هاي اصلا هي احيان بتتفرج علينا يعني اتفرر قلوا له هاي لماما قصاي هن من الناس هدول بسيطين يلي يا انا هادا انا حاعمل سيرش عن موضوع خليني اكتب ذبابة باعو كذا ودور عم بيطلع لها هدول هي ما بتعف امي ما بتعرف شو فرق بين ادلة الويكيبيديا ولا فرق بين مجلات علمية بيالريفيو ما بتعرف تكبس على اول بحثين بيطلعوا له مثل ما حكينا حراس العقيدة وبتقول لكم مكتوب قال العاني من فلان انه كل خاصين الحمد لله صلى الله وسلم الموضوع حل عامل فيديوهات لهدول الناس هو ما له عامل فيديوهات للناس اللي عن جد بتعمل ريسورج صديقي بكل بساطة انت كان فيك مو بستردى علي لهذا الشخص الكافر الجاحد بالفيديو كان فيك تمسح فيه الاراضي انه انت جبلنا وعاء فيه وحساء وجبلنا ذبابة انت بيدك ساوي لهيك وهيك وشرب الوعاء قدامنا يلي بقعدك ما هيصر لك شي يعني هي بكتيريات بسيطة بس الفكرة انه مقرف هاد الكلام زائد مو دور صحيا يعني انستنتلي انت بوقتك ما هيصر لك شي بس ارجينا عمل يا اخي زي انت مهم بهاي الامور ذكرني بحديث حنجيب لكم يا دي ذكرني بهذا الحديث اللي هو الا علاقة بسيناريوهات نفسها هاي تبع ممكن حدا يسأل ليش الرسول عليه افضل الصوت والسلام كانين صح الناس تعمل هيك اذا بتجي لذبابة بالصحن فبتغمسوها بكل بساطة اصدقائي بهذاك الوقت كانت الناس الاحوال المحيطة تبعهم البيئة تبعهم وصخة جدا جدا وقادرة جدا جدا وبنفس الوقت ما عندهم افراط بتواجد الموارد فانحنا ما بدنا الناس تقرف من الشغلات ولا نزل دبانة بالصحن اعم كب ولا الصحن لا بدك تاكله فالرسول بلش يعطي نصائح بناء على هذا الموضوع حتى اذا منسمع نحنا بروايات جانبية مثل انه عندما فتر الوحي عند الرسول عليهم الصلاة والسلام ليش فتر الوحي واحد من الاسباب فتور الوحي او من مراحل فتور الوحي انه دخل جروا ومات تحت سرير الرسول فانحنا عم نحكي على الجروا مات وفطيس اعم الرسول الملائكة ما بتفوت على بيوت فيها كلاب لحتى الرسول جاب واحدة من زوجاته على الركاب شو هاد اللي هون طلعين اطفية منظفت وطلعت اعم اجا جبريل هذا حديث تبع فتور الوحي المهم نحنا عم نحكي على سيناريو انه الكلاب الشاردة بتفوت على بيوت الناس بتموت وبتفطس تحت تخوتها وما حدا بينتبعه لهذه الدرجة وصخين الحديث تبع دخن داجل وفأكل القرآن ايضا ههي الدواجن بتفوت الروايح هي القرف ففيها هاد اذكرني بحديث عن رسولي اللي هو شو بيقول لك الاخوان عبدالله رجدير ما في شيء يتعارض مع العلم والمنطق خلين اسمع هذا الحديث انه قيل لرسولي صلى الله عليه وسلم اتتوضقوا يا رسول الله اتتوضقوا من بئر ضاعة وهي بئر يطرحوا فيها الحيض ولحموا الكلاب والنتنوا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الماء طهورا لا ينجسه شيء حديث صحيح هذا فهذا بينسخلط بنفس المفهوم اللي كنا عم نحكي عليه ما عندهم ميش وبدأ يروح يجب لهم فلاتر الرسول خلص اشربوا يا اخي من كل شيء الناس كانت تتوضأ وتشرب من هذا الماء فقط لأنه الرسول قال الماء طهورا لا ينجسه شيء فصديقي عبدالله رجدي انت فيك تردلنا على هذا الكلام بس يجيب لنا كاس يروح على اي ارنة فيها نجس وحيض وكذا يجيب كاسة موي هيك طلعه واتبع قواعد الحديث الصحيح موضوع لا يقتصر ابدا على الذباب فقط مع هذا الحديث الاخر الصحي اللي عنا يا تبع هاته نجيب لكم يا اذا اكل احدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها وبتفاصيل هذا الحديث وتبنيره اكتر ومتعمق فيه نشوف ان الالعاق له علاقة اصدقائي بمين بتحب انت المقربين الاول بالاول فانت بتلعق ولادك او بتلعق مرتك واذا عندك صديقك بتحبه بتلعقه واذا عندك ضيف غالي عليك مهم بان احدا يلحظ الاصابع هل هذا كلام صحي صديقي اذا بتقول لي البغاري والحديث لا يوجد فيه شيء اخي عبدالله جني انت فيك ترد على هاي الامور بس باتباعها ما في داعي لا تفوتوا على الجوجل وتدوروا انتوا لا اتبع هاي الامور صديقي بس اتبعوا ارجينا انه فعلا كلامه صحي ما عدا شربوا للبعير ما عدا السم الذي تم نقل الاحاديث على المعنى وليس على الحرف او اللفظ على المعنى اش كله احد كتبت الحديث قال لو كنا قد نقلنا الحديث على اللفظ ما كتبنا حديثا واحدا على المعنى رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الاصل فيها انها بتكون بالالفاظ بتاعة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ان الراوي لما بيحدث بلفظه بالمعنى وبيكون فيه معاك كمان رواية تانين رواي الحديث ده مثلا كلمة يجلس مكان يقعد فرواها تلت اربع رواة بيجلس واحد رواها بيقعد بيرجعوا للشيخ اللي هو مصدر الرواية ويبقدروا يعرفوا منه ان الرواية الصحيح طب هاد الشيخ اللي بيصدعوا له يرجعوا له هو مصدر رواية هو التاني ايضا لانكالم اخطئ بين يقعد ويجلس شلون فينا نعرف صديقي هي هاي المشكلة اللي عم بيقلك عليها يا ذاك الشخص انت عم بتاثبت له كلامه انه الموضوع هو قيل عن قال نقل عن نقل حتى وتبيقولك جامعا عن جمع كله ثبت انه بياخطئ هاد الموضوع بالتجربة المباشرة وغير مباشرة ما فينا نتأكد بالقيل عن قال على انه دليل احسن شي فينا نعمله عن القيل عن قال هو انه نقول يبدو على انه ان كان خاصة ان كان مو موجود غيره يعني معنا الواح مكتوبة معنا حجارة محفورة والقصص منقول اوكي فواعد شرعية صديقي مستعد تبني هاد الكلام يعني هلأ انت اللي حكيتها هي الجملة طبع ان كان اخطأ في شيء ولا ياخد وياخد ويشك ولا يشك ويعود يشيخ انت مستعد تبني حياتك كله على هاي الاشياء ناهيك عن انه تعتبرها حقيقة مطلقة هاي الاشياء معدي مشكلة تقول انت يبدو حسب هاي المعطيات انه قد يكون بيوم الايام رسولنا قال هاي الاشياء لكن لا ما بنعرف انت لا مستعد تاخدها حقيقة مطلقة وانه هيك ان عارضة المنطق والعارضة الصحة حارفين زي ما عبيلك يشربوا من مي فيها حيض وفيها كلاب فتصانة لانه الماء لا ينجيسه شيء انت اوكي زي العصر لازم تشك لازم يكون في عندك نقطة صديقي تقول هون انا ما لمستعد تصدق لهي الدرجة لما بتقلي الالية هي قيلة عن قال عن الناس ممكن تخطئ احيانا ممكن واحد نسي ممكن واحد عنده اجندة معينة وبالنهاية بدو يعني اشرب بول بعير لصح هون لازم ارسم خط احمر اقول you know what no يعني هاي ارنانانا انا مستعد تقلي هاد الشخص قيل عن قبل لما بتتوضى بتخسل ايدك اليمين قبل اليسار اوكي فاين بس تقلي شراب من مي فيها حيض نو وده الاشكال اللي احنا دايما بنقع فيه مع الجماعة اللي بيسموا نفسهم تنويريين او مثقفين عندهم شواشي معلومات شواشي معرفة عندهم ضحالة في المعرفة عندهم سطحية في التناول حقيقة ليك لقلك شيء انا حتى لو كنت مسلم بوقتنا الحالي لو كنت انا مسلم كنت بل لك كل بساطة اي نوات قول شو ما بدك عنه لهذا الشخص قول عنه تضحل المعرفة سطحية قول شو ما بدك انا مستعد من لتفكير اكتر لشخص عم بيقلي لا تلعق ايدك بعد الاكل التعلاقها لأصدقائك ولا تشرب مي وسخة لانه ما في شيء اسمه ماء دائما طاهر لانه هاي الاحاديث نقلت بطريقة غير واضحة ومشبوهة انا مستعد ميل لهذا الشخص اكتر من الشخص الاخر اللي العكس عم بيلي لا هاي الاحاديث مع انه منقولة عنا القيل عن قاري بيرجعوا للشيخ اذا اخطأوا لكن بدنا ياك تشربوا البعاية لذا مرضت انا مستعد ميل اكتر لهذاك الطرف اللي انت معاش بك عم بحكي لك انا لو كنت مسلم بوقتنا الحالي كل محدش فيهم بيقعد ويجيبوا الكتب ويقرأ وبعدين يقارن المنهج اللي موجود عند علماء الحديث في الاسلام باي منهج توثيقي تاني موجود على وجه الارض يعني هات المنهج التوثيقي اللي عند المسلمين بتاع نقلة الحديث ده وقرنوا باي منهج علمي توثيقي على وجه الكورة الارضية كلها انا بقول لك او حتلاقي المنهج بتاع المحدثين رقم واحد وده بشهادة علماء الغرب انفسهم ان المنهج اللي عند حبها هي الاضافات تبع وشهدونا الغرب فيها عشان تتأكد اكتر لانه نحنا رأينا غير كافي فالغرب شهدنا انا من كلها نعرف انه غرب متطور بداية صديقي ما لك بحاجة الغرب انا بقول لك من الاخر الحقيقة انه الية علم الرجال كما هي عليه فعلا الية معقدة فينا نقول عليه بكل بساطة الية فعلا تعتبر متعبة وتعبوا اللي يشتغلوا فيها كتير مو شوي هاي الشغلة يشهد فيها اكيد لكن مو هي مشكلتنا المشكلة مو ب قديش امعقدة الالية وقديش تعبوا الناس عليها مشكلتنا بالنتيجة تبعها شو هي الية علم الرجال هي حرفية تطبيص عميان صديقي انت عم تحكي عن ناس تاريخيا من 1500 سنة ماتوا وحكوا اشياء والطريقة الوحيدة ان احنا ممكن نتأكد فيها هي انه نشوف مين كان عرف عنه انه صادق بتلك الايام مين عرف عنه انه يحفظ بتلك الايام مين عرف عنه القرب من الرسول بتلك الايام وعلى اساسه نبني ونحنا ما فينا نتأكد من ولا شغلة من هاي الشغلات الاساسية بعلم الحديث ما فينا نتأكد واحدة من اهب اسباب وقتنا الحالي انه علم الحديث او علم الرجال هو يعتبر معقد وما كتير ناس تحكي فيه هو لانه اصلا غير واضح الطريقة تبعه مضحكة كله هو تطبيص عميان وصلوله بناء على الصلح لمشك لكل مرة بنوع فيه بوقتها كل ما بصير مصيبة غير كل ما بصير مصيبة غير قواعد غير قواعد لهيك اليوم بعده بيدرشه لانه معقد وغير واضح انتوا بس حاولوا فهموا الفرق بين الحديث الضعيف والحسن والصحيح بس حاولوا فهموا بين هدول يشوفوا المشاكل تبعها ببلش بيين معكم ان الموضوع فعلا مضحك ولا يمكن تأكد كل مرة بيقولوا لك في عنا قاعدة عقائدة الحديث يجب ان يكونوا كذا وكذا وتشوف هاي القاعدة بتنكسها بمكان تاني اقروا حديث ان المرأة اذا تطيبت وتزينت فقد زنت لمجرد ان نراوي هذا الحديث ثقة الحديث رواته ثقات الحديث مفيش في حاجة بتخالف العقل الحديث مفيش في شيء بيخالف القرآن هذا لا يخالف العقل قال لك هذا يخالف العقل تغير ان ترس اذا بتسأل نفسك شو هو معانا الزنا في الإسلام هي ممارسة الجنس خارج إطار الزواج اي احد يمارسة الجنس خارج إطار الزواج طبعا ها أصدقائي تتحفظوا على ما يسمى بملك اليمين والسراري والأما وهدول ما عليش هدول حلال لا يلاجة لا ضايرة في ذلك لكن الانسان اللي بتزوّق يلي بيمارسة الجنس مع حرة من دون زواج من دون عقد نكاح هذا هو الزنا فشلون زبطت معك ان المتبرجة زانية بنفس الوقت فأنا عم بسأل هو حيجاوبنا يعني ما يبدو وتمنى يعطيناها حيجاوب فضل الحديث منسجم مع فلسفة الإسلام في عدم إثارة الغرائز كلنا عارفين ان المرأة بتتطيب عشان تتقرب من زوجها ولما تكون في وقت القرب من الزوج لا إذا على كلنا عارفين صديقي ان المرأة ليست ضرورة تتطيب بجاعة تتقرب من جزهة انس كلمة مرأة صديقي الإنسان بشكل عام بحب يطيب ويلبس شيء حلو أو يعمل بخ بارفان ولا كذا ويحس من شكله لأنه هو بيحس بيشعر بسعادة لما بيعمل هذا الشيء أنا بحب يلبس اللون الأسود لما أطلع بيمشي بالشارع أنا بحب هذا الشيء ما عم بتقرب من حدا والموضوع نفس الشيء إذا كنت أنا لو بحط ميكب ولا بحط بارفان ولا كذا فأياها أكمل تكون في أوج زينتها وجمالها فالإسلام مش عايز المرأة تكون كده أمام الرجال الأجانب وفي نفس الوقت أمر الرجل الأجنبي عنها بغض بصري يبدأ أمر متوافق مع مقاصد القرآن اللي بتقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الوجه والكفين ومتوافق مع القرآن الكريم اللي بقول ولي ضربنا بخمورهن على جيوبهن فين بالإشكال مفيش لبعده فأنت باختصار العحاب تفهمني أن الإسلام يشوف الرجل على أنه نوع من أنواع الحيوانات الفلتاني يلي بس بيتطلب الموضوع أنه مرأة تكون لابسة ميكوب أو حاطة بارفان أم بيفلت هو خالصي بعد بقدر يتحمد خليني يسألك سؤال صديقي عبدالله رجدي في عنا مرأة طالعة من بيتها حاطة شوية ميكوب شوية بارفان لحقوة اتنين شباب تهجموا عليها على مين الحق يا حزرك تعوهن نحزل تعوهن ما يصرح المليون ونعطيه خيارات لنشوف مين المشكلة بتكون هون الأساسية المشكلة لقلكم ياها بصراحة على المستوى الغريزي البشري الحيواني موضوع مفهوم مفهوم هذا الموضوع نحنا نحنا تطوريا أصلا سبب وجودنا هنن الناس اللي البشر بيوم أيام خلقوا بعض حتى مو بسمعه ما هنحكي تطوريا لأنه الأخ ما لا يعتقد بالتطور لا ضيق هنحكي حيوانيا على مستوى الحيوانات لما إردة بتكون ماشية وبترفع دنبها وبتأرجي البضاعة تبعها لأر الثاني أو يمكن هي ما بدأت أرجي لكن هي بس مشيت وصدف إنه رفع دنبها قام المونكي شافها تطلع هيك وخفع لو ما قدر غريزيا حيوان آه بنطع عليها وهوية ما بده صارت تطعية وأهوة بده ها ما تقدر تحمل ليش منقبلوا هذا الموضوع نحنا والكاميرا ما نتبع بيكون حاطت لك الكاميرا وعم بيعمل زوم إنه ما عم يتدخل ما عم يساعدها ليش؟ لأنهم نعرفهم حيوانات نعرفهم عندهم غرائز وما عندهم الوعي الكافي ليسيطروا على نفسهم متل ما نحنا البشر بنعمل واحدة من أسباب رقينا نحنا الاجتماعي كبشر هو إنه كسرنا ما يسمى الغرائز البشرية كسرنا أشياء تعتبر حيوانية لا يجب علينا كبشر نعملها بوقتنا الحالي هاي من الأشياء اللي بتعملنا نحنا بشر تماما كمان مثل كره وحب الغير نحنا كبشر متعودين نكون دائما شاكين بالناس اللي ما بتحكي مثلنا ما بتاكل مثلنا لونها مو مثل لوننا أشكالها مو مثل أشكالنا نحنا نحنا متطورين إنه نبعد ونخاف من هاي الناس الناس الواعية هي اللي بتقول لها ما بهمني شو لونه الطرف الثاني ما بهمني شو بياكم ما بهمني شو هو المجتمع تبعه أنا مستعد أتعرف على يكون لطيف معه هذا تطور رقية هذا اسمه واحدة من درجات الرقي صديقي أيضا إنه إذا طالع بنت من بيتها جعبها لتلبس ميك أب لأنه حاب يكون شكلها مثل الموثلة المفضلة تبعها ولا الفيفورت إنستجرامر ولا كزا وحاطت بارفان لأنه بتحب الريحة تبعه واحدة من تطور الوعي تبعنا إنه ما تنط عليها حضرتك صديقي حسب الكلامي أنت هلأ حكيته يبدو أنك أنت ما عندك مشكلة بهي الفكرة يعني أنت شايفة مبررة إنه إنسان يقفز على الطرف الآخر لأنه هي متبرجة مثل ما عم تقولون متبرجة زانية محزن ومحرج إنه هذا الكلام عم ينطرح بهذا الوقت تبعنا أصدقائي 2024 نحن صارنا تبعا عندهم هوز غريب بالمرأة بقاد الفكرة صديقي كريتوس إنه أغلب المسلمين والشباب المسلمين هنم فعلا عندهم لا إرادية مكافحة لهذا الموضوع يعني أغلب الناس خلينا نقول ما رح يروحوا يرحقوا البنت ويتهجموا عليها بتصير طبعا الأحداث منهم ما بتصير خاصة لمجتمعاتنا اللي هي مجتمعات مددينة للأسف بتصير لكن الأغلبية ما بيعملوا هذا الشي فالسؤال بتصير إن كان الدين سامح لك وشيخك المفضل على اليوتيوب عم يقول لك ما في مشكله بالحق عليها بيكون هي متبرجة هي زانية وبنفس الوقت في شباب ما عم بيرضوا يعملوا هذا الشي فإذا من وين بيكون مصدر الأخلاق جاي يا ترى كإذا أغلب الشباب عم بيكفحوا وعم بيكبحوا جواتهم شيء الدين سامحوا من وين بيكون مصدر الأخلاق يا ترى غريب حتى جاء البخاري جمع ستمائة ألف حديث في 16 سنة وكان بيركب البغلة ويسافر من بلد إلى بلد أخرى علشان يجمع الحديث لو أنت حضرتك جمعت ستمائة ألف حديث في 16 سنة يبقى معنى كده أنه كان بيجمع الحديث مثلا بثلاثة أربعة سوائن الشبهة دي اتعرضت في البرنامج اللي أنا عملته قبل كده الجزء الأول طريق نور وكات عاملة ضجة وردنا عليها البخاري رحمه الله وتعالى ما كان بيركب البغلة والحنطور ويطلع على بغداد يجيب حديث ويطلع مصر يجيب حديث أكيد البخاري مش بالسذاجة دي أن يقول جماعة 600 ألف حديث في 16 سنة بالطريقة دي والناس اللي عايشين معاه مش صدق للدرجات والمسلمين مش صدق للدرجات دين هم يصدقوا الكلام ده لكنه عندكم خلل في تصور المعلومة الأحاليات دي كانت قريدي موجودة عن حاسس حاليحة أعطرت معك صديقي لكن أكمل عند البخاري هو انتقى لما تجي العبارة البخاري ولك أنا انتقيت الصحيح الـ 27000 دول بالمكرر من وسط 600 ألف حديث إذن الروايات عنده الكتب المكتوب فيها أسماء الرجال عنده والبخاري كان حافظ الكلام ده كله فمعروف أن الروايات دي لها تصنيف على فكرة كيف لك دول شاميين ودول بصريين ودول مش عارف إراقيين ودول مصريين معروف الرواة من كل حتة والأسانيد مخرجها إيه معروف برضو كل الكلام ده كله علوم هم درسوها فهو عارف أن الحديث ده بالسنب ده بالمخرج ده ضعيف استبعده عارف أنه ده صحيح كتبه إزاي أخي عبد الله رجدي إزاي لما بتقول هو عارف البخاري أنه ده صحيح وده ضعيف إزاي كيف عارف هاي واحدة من أشياء المحرجة بتاريخ الأخوة الأثريين اللي بيحبوا الحديث الحشوية إنهم ما حدا بيعرف البخاري شو الآلية تابعه لوقتنا الحالي البخاري بتروح تجيبوا كتاب طبع بتفتحوه أول صحيح تفتحوه أنتوا بتعرفوا كتب إسلامية شلون كتب إسلامية أشياء عنا مقدمة عنا تعريف عن الكاتب عنا تعريف عن المصادر وعنا تعريف عن آلية جمع الكتاب وشو اسمه تحسين وتعديل وتجريح الكتاب البخاري ما عنا ولا شي بتفتح الكتاب طبعه بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا لهلأ ما بيعرفوا شو هي الآلية في ناس تقول لك لا هذا غير صحيح نحن استنبطنا من بعد البخاري آلية جمع البخاري شلون استنبطوه أروا الأحاديث تبعه شافوا نوع من أنواع النمط اللي بيمشي عليه قالوا يبدو على حسب هذا النمط أنه هو يحس جرح وعدل على أساس كذا وكذا لكن الحقيقة ما حد بيعرف الآلية اللي هو جمع فيها البخاري لهيك البخاري يعتبر شخصية من الشخصيات المريبة بالتاريخ الإسلامي اللي يطلعوا فجأة من قرنة معينة لأسباب سياسية وخاصة بالحق بالعباسية وطافوا أصدقائي الحكبة للحقب السياسية شلون كانت الأمو طلع فجأة وصار عنده واحد من أهم كتب التاريخ الإسلامي كلها أو مو بالكتب المختصر الجامع من الأهم صار فجأة لكن ما حدو بيعرفشه الآلية اللي يجمع فيها الزلمة من خراسان جايينة كان حتى يقار إنهم ما بيحكي اللغة العربية أصلا تعلمها بشكل دريجي عندنا كتير إشارات استفهام عليه للبخاري بتفهم معهم بالشغلة هون لأنه هو لما بيقل لك في سوء تفاهم عليه أنه هو كان يروح على الحصان أو الحمار يجمع الأحاديث إذا منقرأ تاريخه للبخاري خاصة لما بدأ بالجامع كان جالس مع أستاذه أستاذه قال لعل أحدكم يجمع لنا مختصرا فقرى البخاري يجمع منشوف أنه فعلا يبدو أنه في سوء تفاهم لتاريخه شوي بسر أنه كان يفتل يجيب أحاديث على الأغلب حسب الرواية تبعه هو كان يفتل ليتأكد من المصادر فلو افترضنا أنا اليوم عندي سبينوفا من الأصدقاء موجودين معنا وعندي الهباد وأبو الفوز فعندي حديث عن الرسول عن 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 واصل عندي لعند حدود سبينوفا فأنا سبينوفا عايش بوقتنا الحالي وواصل الحديث على طريقه واحد من الرجال هو فبروح لعنده لأتأكد منه أنت منين جمعتوا هذا الحديث منين الأصل تبعه بيحكي لي فلان بروح بتأكد فيقار أنه كان يعمل هيك البخاري بالأحاديث اللي حتى ولو عمله لا يبدو أنه ممكن هذا الشي يحصل بستالة بستمئة ألف حديث بفترة حياته غير غير عقلاني الموضوع بس مو مهم المهم بس كلمة واحدة اللي حكيتها صديقي هو كان بيعرف الصحيح من الضعيف كيلي إزاي بس وهي شغلة ما أحدا بقدر يعملها زي ما أنا أجل نهارده أقل في كتاب وأنا أجاب الكتاب ده من مراجع من خمسمائة مراجع حال أنا عبدالله رجل نعم صديقي البخاري تم تكفيره في حياتي وتم نفيه فيه الفكرة أنه من أهم أسبابي عندك في عندك بالعقيدة الإسلامية بتاريخ الإسلامي شغلة اسمها فتنة البخاري أي أحدا بحب يعرفها بس مثل ما نصحكم من شوي اكتبوا على الجوجل بس اكتبوا فتنة البخاري وتقروا عنها بمراجع إسلامية يفضل لأنه هي تاريخ إسلامي فيفضلت له مراجع إسلامية ففتنة البخاري هو أنه وقع بما يسمى بمواصفات الإله والقرآن هنا في صراع طويلة مدة طويلة كان بين المدارس الإسلامية كان عندنا صراع عن هل القرآن أزلي ولا محدث ولا موجود ولا غير موجود ولا مرفوع ولا مكتوب ولا مدون ولا مذكور ولا مخلوق ولا ميت قصة فبخاري هو بيقوله ووقع بواحدة من هاي الضلالات ومو بضرورة تكفير يعني ما بتذكر حدا كفره تكفير كبير كان لأنه شغل كتير مو متل وقتنا الحالي أي حدا بيكفر أي حدا بس بأعتقد يعتبروه من من وقع بالضلالات وفي بعض شيخوا السلف بيقولك منه تاب واهتدى وحسنت توبته لكن ما في دليل عنه بفهم أعدت كتابت الخمسويت ما أرجع دول كلمة كلمة أبدا ما راجع عندي موجودة بنتقي منها اللي نسبني ده كل اللي حصل مع البخاري فانتو بدل ما تعرضوا للناس الصورة الحقيقية للجمع ازاي بتوهموا الناس ان البخاري راكب حمطور وماشي ده البخاري الواكب طيارة مش عارف كيف من الكلام ده كله بالمفهوم اللي انتو بتعرضوا للناس يطلعوا يكرروا كلام ده تاني حسن شي فيك تعملوا انت لأ الاخوة المشاهدين اللي عندك بتجيب لهم لآلية اللي جمع فيها البخاري الحديث لانا بوعدك حتى ازا بجيب الآلية اللي جمعها غيره للبخاري لا يفرضوا ضحك المشاهدين عليك لك هذا الكلام دك يا ناردني حياتنا عليه ناهيك عنوك ما فيك تجيب الآلية لع البخاري ناهي موجودة انتخب منهم كم حديث 2700 وشوية حديث المكرر حوالي 7000 هناك أخطاء نعم هناك أحاديث لا تتفق مع المنطق ولا تتفق مع العقل ولا تتفق مع العلم ولا تتفق مع رسالة ولا تتفق مع منحج النبوة نفسه الأحاديث الصحيحة وده اللي متكلم فيه الصحيح مش الضعيف يتفق مع المنطق والعقل والرسالة وكل شيء لكن الإشكال ان انتو الأحاديث اللي مش على هواكم بعيدها تاني او شايفينها مش لطيفة مش عجباكم فاحنا عايزين نلغيها مش هينفعتلوا حاجة من الدين الكتب موجودة والأزهر موجود وإحنا موجودين ويطلع ورناء أجيال وأجيال بتسلم أجيال بدل ما تحاولوا تعملوا اللعبة حاولوا ان انتو تطوعوا هواكم لمراد الله ورسوله يعني حاول ان انت إذا بلغت زلم يقول لك عندك أحاديث لا تطابق الأقل من المنطق عملك كبساطة سأعطيك رد قاطع على الموضوع وكافي وبيان نحن موجودين الأزهر مستمر ومش هنروح ولا حتة يعني شو بدك رد أكتب من هيك أصدقائي أنا ما بعرف الناس الملحدين هدول اللي جاهدين كفرة بيقول لك عبد الله رجدي ما بيعرف يرد وما خرجه يرد ليك وصحق وصحق بالزام قال له انت عم تقول أحاديث فيها شغلات غير عقلية نحن قاعدين والأزهر باقي ونحن مستمر والله يعني بصراحة أنا هلأ أعلق وصفق يعني أنا ما بعرف شلوم دي يرد أنا حتى يعني أنا شلوم دي يرقع الحادي أمامها الرد العبقري هلنجيب لك بعض الأمثلة دكتور نبي وأنك هاي الثاني وتالت مرة بتمرأ لنا كلمة إنه شو الحاديث لا تعرض لعقل من المنطقة هلنجيب لك بعض الأمثلة هذا الحديث بيتكلم أصدقائي عن شبه الولد لأبيه وأمه بلسان الرسول عليه الصلاة والسلام حولنا عنا الحديث الطويل زبكن ياب البخاري فيكن تعملوا سكرينشوت تقروه لكن مختصر الحديث هنا وموجود باختصار يعني إن ماء الرجلي إذا سبق ماء هاي وتسألوا للرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له بأنه ليش أحياناً الولد بيطلع بيشبه أبوه أحياناً بيطلع بيشبه أمه أو بالأحلى كانوا يسألوا عمومه وأخواله فقالوا الرسول إذا إن ماء الرجل سبق ماء المرأة كان الشبه له وإن سبق ماء المرأة ماءها ماءه كان الشبه لها نعم هذا صحيح صديقي صحيح البخاري هذا مختصر طبعاً هنا يعني فينا نقرأ هون نحنا يعني إن الرجل إذا غشي المرأة فسبق ماءه وكان شبهه له وإذا سبق ماءه وكان شبهه لها معناته هذا الكلام مين بتصال عنده النشوة الجنسية قبل فإذا الرجل انتشى جنسياً أثناء العملية قبل المرأة بيصير ولد بيشبهه أما إذا المرأة هي انتشت جنسياً قبل بيشبهه هذا الكلام والتصور كل المبني على شو إنه الرسول نفسه عليه أفضل الصلاة والسلام بناء على حاديث أخرى كان نفكر إنه المرأة عندها مني مثل مثل الرجل يعني إن هذا الحديث الصحيح تبعاً ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر سهل أو هيك مائع يعني كانوا مفاكرين هاي العصارات المهبلية اللي كانت بتطلع كانوا مفاكرينه مني هو أيضاً ففاكرين إنه المني تبعاً رجل بيلتحم مع مني المرأة وبيصير الحمل أنا نسمعاني لا بالحيوانات المنوية ولا بالصباق على البويضة وهالقصص ما نسمعاني بقي الشغلات كلها واللي هو متفهم مرة تانية ما كان عندهم علموا ما كان عندهم شي حتى زي ما نروا القرآن القرآن لما بيقول شو اسمه ماء دافق يخرجوا من بين الصلبي والطرائب لما بيحكي لك أنه الرجل المن يتبعه بيجي من ظهره ومرأة المن يتبعها بيجي من هون تحت القلادة كله تخبيص طبعاً علمي لكن هون أخونا عبدالله رجل بيقول لك لا يوجد بالحديث ما يخارف العلم والمنطقة خلنا نجري لكم حديث تاني هذا كمان واحد من اللي بحبوا أنا هذا الحديث اللي هو تفسير آية طبعاً الشمس تجري مستقر لها هون شو إن ربي صلى الله عليه وسلم قال يوماً أتدرون أن يتذهبوا هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم هاي الإجابة النفسة بيقرروا دائماً بكل إرنب هاي من الأشياء كما الإجابات هي مكررة بتحسزك أنه فعلاً الحديث بكتوب أنه ناس مخترعتهم هاي الأشياء كرواية أكتر ما هو أشياء حقيقية جمعوا تاريخياً دائماً نشوف فسأل الرسول كذا فقالوا الله ورسوله أعلم شلون كلهم قالوا دائماً بنفس الطريقة every time doesn't make any sense anyways فقال على الشمس إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقر تحت العرش فتخروا ساجدتاً الشمس بتزجد أصدقائي الشمس عند استيعاب لمفهوم العبادة والخضوع والخشوع وهالقصص بتزجد الشمس إن إحنا شعيفينها يعني أنتم فاكرين هاي الشمس بتدور بتطلقنانا بتروح وبتزجد تحت عرش الرحمن فلا تزالوا كذلك حتى يقالوا لها من الرحمن ارتفعي ارجعي من حيث جئتي وترجعوا فتصبحوا طالعة من مطلعها لهو المشرق تبعها هون تتكرر الحديث أكثر من مرة لحتى بيقولك وبيوم من الأيام بيقول الله ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك فتصبحوا طالعة من مغربها هاي النبوءات تبع الشمس لح تطلع من مغرب وبتكون خلص تسكر باب التوبة فهذا حديث حلو العلاقة بالمنطق والعلم أخي عبدالله رجدي ما هاي ناخد مثال ثالث تبع ليش بيصيروا كسوف الخسوف أصدقائي انتوا فكرين بانه في تفسير علمي للموضوع ما في داعي لتفسير علمي لاحد يروح لعند ناسا وعلماء الفلك خلونا نقرى الحديث ليش بيصير كسوف وخسوف ان الشمس هو قمرة آيتان من آيات الله الآية هون تجيب معنا معجزة لا يكسفاني لموت أحد ولا لحياته لانه كان في بعض الناس يقولوا هذا الشخص ذو قيمة عليا والظواهر الطبيعية بتتحرك مع موتهم وحياتهم فهون عا بيقولوا الرسول ما في هيك شي يا ريتو بوقفون الحديث كان في معنى جيد تبع أوكي الظواهر طبيعية ما بتخضع للبشر لكن للأسف الرسول بيأكمل بيقول ولكن الله تعالى يخوف بها عباده فتاني مرة أصدقائي حدا بيشوف اي نوع من أنواع الكسوف والخسوف وعرفوا انه ما في تفسير علمي الموضوع الله بهاي الفترة كان جاء بارو الخوف حدا خلين نشوف هاي ما أحلاها نجيبكم انتوا عن البخاري أيضا لانا مقنوا الفيديو عن البخاري التثاؤب من الشيطان هاي المتاوبة لما ننعص فإذا تثاؤب أحدكم فلي رده ما استطاع فإن أحدكم إذا قالها إذا عملها يعني التاوب تضحك الشيطان فالناس يتفكر إنه التثاؤب له علاقة بحالتك انت الطبيعية كإنسان إذا كنت تعبان أو مجهة جسدك أو نعسان هاي أشياء بس لأ الشيطان هو بيغويك إنك تعملها وإذا عملتها ونجح الإغواء تبعه بيعد بيضحك الشيطان الشيطان ما يبدو بشر مثلنا وعنده مشاعر وبيشوف شغلة بيتفاجأ فيها عم بثير ضحكه وعنده مشاعر مثلنا مثله هاي نجيبكم هاي الآخر وحدة من البخاري نجيبها ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائم حتى أصبح ما قام إلى الصلاة اجو جماعة اشتكد الرسول وانا في واحد نام دائما بينام هاد ما يفيقى الصلاة فشو الحل تبعه وعنده الرسول شو ما نعمل له أعطاهن تفسير ليش الواحد بينام أصدقائي ما فيه الصلاة فقال الرسول عليه فضل صلى الله هذا سبب انه ما قدري فيه يعني انت شلون بتفيه بتسمع المؤذن بتسمع وتقول آها خلينا نقوم نصلي أم لما بيبول الشيطان بيسدلك إياها فبال الشيطان في أذن عدليها هاد مطعمة ثانية أخيها الأحاديث الصحيحة وده اللي متكلم فيه الصحيح مش الضعيف يتفق مع المنطق والعقل والرسالة وكل شيء لكن بس هي عدليها بس هيك حبيت اسمعها مرة تانية من تمك الحلو صديقي وبوعدكم ما غصنا يعني ما ما دورنا إذا بنا نعمل تجهيز للحلقة ونجيب أكتر يعني فيه كتير كتير أحاديث بالبخاري يعني ننصلنا مرحلة ما عادة مضحكة حتى منحس تبع مثيرة للشفقة نوعا ما فنعم خلينا بس نكتفي بها دولي لأيرينا هوا من الإشكال أن أنتم الأحاديث اللي مش على هواكم بعيدها تانية أو شايفينها مش لطيفة مش عقباكم فإحنا عايزين نلغيها مش هينفعتلوا حاجة من الدين الكتب موجودة والأزهر موجود وإحنا موجودين وبيطلع ورناء أجيال وأجيال بتسلم أجيال بدل ما تحاولوا تعملوا اللعبة دي شركي أنت بدل ما تقول لهم يعملوا حاولوا اللعبة دي أنت حكي لنا ليش عطيه سبب ليش مش قادر هو يغير الأشياء لا تقول له بس لأنه نحن موجودين وهي كتب مكتوبة أم ما حتقدروا تغيره لا شرح أعطيه سبب منطقي ليش ما هزم هي الأشياء تستمر ليش لازم نعلمها لأولادنا ليش لازم نحطها منهاج مدرسي ليش نازم نبني دولة على أساسها ليش لازم نتعامل مع بعضنا على أساسها ليش لازم نبنيه قاعدة حياتية أعطيه سبب للزهمة تقول له فكرة والله هي لأنها مكتوبة ونحن بقيين والأزهر باقي حاولوا أنتوا تطوعوا هواكم لمراد الله ورسوله يعني حاول أن انت إذا بلغت الكلام الله يعني خلص سكر رأسك وعقلك لا هتفكر يعني هتفكر كثير خلص أخي طوع هواك للله ورسوله ورسوله تقول سميت وقطعت مش هينفعك فأبراك أنك تن لا تستعمل عقلك زيادة صديقي المشاهد كمان تقول له يا رب أصلا الحديث ده مجاش على مزاجي أصلا شايفه مخالفة القرآن طب انت رجعت لللي سبقوك وسبقوا اللي سبقوك وشفت وتعلمت ودرست وشفت هل فعلا فيه مخالفة ولا أنت مبيت هيقلك ما عملتش ده إنما تخذتها كده على الطاير لا الدين مش على الطاير الدين بطاير سواء أخي هلأ مش عا بتقول لي سلم هواك وسلم على أشلم مش على الطاير يعني هاي الدين مش على الطاير ونت عا بتقول له انت رجعت وتأكدت ولا ليش انت حضرتك صديقي رجعت وتأكدت يعني الآلية اللي عطيتها ياهلة لتخطقه هل طبقت انت لتصحح دينك أنا الآلية تبعي إذا ما بترجعه بتتأكد لا تجي تحاكيني طيب انت شلون صح دينك أنا لأني تآمنت أنه ديني ولدت ببلد في شيء اسمه كتاب البخاري وقالوا لي هذا الزنم يا أحسن شيء بعض القرآن هاي الآلية تبعك انت إيمان ليش انك انت طوعت عقلك ودينك لله خلص ما بدك تفكر ومع ذلك يصرون إصرارا شديدا على بقاء البخاري لإيمانهم بالمصدر ومش لإيمانهم بالمصدر لهم كده البخاري بيعبدوه لا لتوافر الأدلة العلمية من خلال المناهج التوثيقية على صحة المنقول ده وهعيد تاني وأقول دايماً أي حد نقشه أي مناهج يعني وشو نتما حكيت لك بشو انتوا ما تعرفوا الآلية اللي جمع فيها الزنم بلاس في عنا وضوح مباشر إنه هاي الأشياء بتتعارض مع العلم مع المنطق مع التجربة البشرية مع الصحة ومع الأخلاق فشو صفي الحجة طبعاك بس مكتوبة ما بيهمك إنه هاي الأشياء هلأ اللي حكينا عنه دول كان الحديث المضحكين اللي قريناهم يعني انت أبلان بوقتنا الحالي تربي ولادك عفكرة إن الشمس تروح بتسجد يومياً تاعت عرش الرحمن أبلان تتعلمون هاد الشيء بنو هاد الشيء حقيقي وواقعي شو السبب تبعك مكتوبة عنا بالدين طب هادا عم بيئلك ليست علمية وقيل عن اخت العلم ما في داعي إنه إحنا عن مخابر طلع بعينك إنت شوف تأكد بنفسك هل فعلا متروح بتسجد الشمس يومياً لا هنن كانوا مفكرين هيك لأنه ما كانوا عم يشوفوه ومهن عم تروح على الطرف التاني طبعا الأرض مفكرين أرض مسطحة كانوا تاريخيا فالحق ما عم يفكروه عم تسجد تنزل تحت الأرض تحت عرش الرحمات يوم إحنا بنعرف إنه هاد الشيء غير صحيح مستعد تعلم لعادك هذا الكلام بس لأنه مكتوب بدينك فصفي القاعدة طبعك صديقي أنت هي ليست علم وليست منطق وليست فكر وليست أي أشي القاعدة طبعك طالما موجود بديني that's it هي هي طالما موجود بكتبي أنا ملزم بالموجود بالكتاب بغض النظر شو هو الواقع شو هو العلم وشو هي الصحة البشرية وأنا مستعد أعمل كل الأشياء المكتوبة داخله ليش لأنه مكتوبة عندي بالنصوص هاد اللي عم يحاول ينتقد لك يا الشخص هذا اللي انت جايبه عم يقول لك ما بيكفي ما بيكفي يكون مكتوب هذا الشيء عننا بالنصوص لنبني عليها قواعد حياتية ومرة تانية إذا أنت مستعد وواثق من كلامك بقى بنصح حدا من إخوة مسلمين يعملوه لكن بما أنك أنت عامل واجهة وعم ترد تمنى تأرجينا شلو أنت بتأكل سبع تمرات وبتحميها لك من السم ولا بتحط كاسة مي من المستقع فيه حيض وكلاب ميتة وبول وكذا وتشرب لأن الماء طاهر ولا تلعق إيديك وتلعقها لا تلعقها لحدا لا الله يا خانو حرام لضر حدا عمل هدول الأشياء صديق أرجينا أنك أنت بتعملهم بحياتك اليومية لكن أنا بقول لك شو عم سيق يا أخي عبدالله أنت بتعرف أنه هاي الأشياء فيه شي غلط لأنك أنت ما لك مستعد تعلم ولادك أن الشمس تروح بتسجد وما لك إذا أبنك بجيب كاسة بيحطة بقلب مستان قعد يشرب مي ما بتقول له أنت الماء طاهر بتقول له أين من إيدك تمرض أنت كل هاي الأشياء بتعرف أنه ما بتتطبق لا يمكن تطبيقها ولا يمكن العمل فيها هاي الأشياء بصوف يسأل حالك يا خي عبدالله شو هذا الصراع بين أنت عرفا منو هاي الأشياء غلط ما فيك تعملها لكن ممفس الوقت مستعد تطلع تعملي فيديو خمسة عشر دقيقة تشرح له لواحد بأنك أنت مش فهم حاجة ولا أشياء زي العسل شو هذا الخلاف هذا الصراع بينك وبين نفسك أنت شلون فيك تحله بس هذا الحاب بعرفه عبدالله أحتياجات أنا أنا ما بحبه ندري القانيما تخيل لو نحن واحد من الملحدين عامل زراعة شعر أنا بزماني قلت قبلة وقت قبلة صرت أبو قبلة لوقتنا الحالي تخيلوا حدا عامل زراعة شعر من الملحدين تخيلوا قادم مصري عامل زراعة كانوا نسموه أبو زرعة أهلا يعني شو هديشوا المحترمين الملحدين لك ما حدا جاب سيري ما حدا بيناديله يا أبو زرعة يا أبو كذا بالعنوين وبيحطولك الدكتور عم بيزرعة وكذا نا ما حدا بيحكي شي نا والله حبابين الملاحدة والله أكابر يا أخي الملاحدة يا أكيفك الحقيقة هي مو قصة أكابر وأكابر أنا برأيي أن الملاحدة عندهم شي حقيقي ينتقدوا عن جد ما لهم مشبورين بهذه الأشياء السخيفة لأنه في شي حقيقي يتكلموا عنها صحة القرآن أو الحديث من أهل المينة الأخرى بقوله طبعا عندي سؤال جميل أقول له إيه أحسن منهج توثيقي بالنسبة لك هذا لا يعني أن الآلية العلمية تأتي دائما بنتائج صحيحة مطلقة لا يس كذلك أبدا تأتي بنتائج جيدة حسب معطيات وأنا مستعد أكتفي بهذا الشي لأنه البديل عن هذا الشي هو الإمام بالخرافات والأشياء التي لا يمكن تصديقها للأسف وقات الكتب بتاعتي ونحطهم قدام بعض تحت الميكروسكوب والمنهج والمزورة بتاعتك ونشوف من اللي يكسب دائما بقولهم ده وللأسف لما بنيجر اللحظة دي محدش بيقدر يكمل لأن ما فيش حاجة هتسده قدام القرآن والأحاديث بفضل الله سبحانه وتعالي لأن المناهج التوثيقية لدينا دقيقة ومحكمة بصورة لا تتخيلها اللي بعد ما يسمى بعلم الرجال مع التحفظ على كلمة علم بهذه الجملة بتمنى تكون عم تقارنة بشي اسمه علم تجريبي بتمنى تكون عم تقارنة مع الإخوة المسيحية مثلا بعلم الاناجيل وكتب الانجيل بتمنى هيك عم تحكي أصدك ما تكون أصدك علم تجريبي لأنه مضحكة المبارزة بين علم التجريبي تبع وقتنا الحالي وبين شي اسمه علم الرجال مضحكة ولا ترتقي ما يعتبر علم أصلا السند لازم يكون سند حقيقي متصل وخالي بالك إنه فيه أحاديث أحاد وحاديث متوترة والعلماء قالوا إيه في أحاديث الأحاد إنه لا يجوزي بعمل بها إلا في صالح الأعمال الأحاديث الضعيفة اللي سندها ضعيف بس مش ضعيف أوي يعني مساقط مش موضوع مش مكذوبة فالعلماء بيقولوا لو ورد فيها فضائل لحاجات معينة ممكن نعملها بدون ما نعتقد صحة الفضيل زي ما تقول لك مثلا إيه نصلى مثلا ستة ركعت حصلوا البندلهم مثلا أصرين ثلاثة في الجنة الحاديث ممكن تكون روايتهم ساقطة قوي بس مش صحيح حاجة كده إيه في النص كده فيقول لك اعمل بي اعمل بي يعني صلي ستة ركعت بس ما تعتقدش إنه إنت ليك أصرين في الجنة لو صليت ستة ركعت لي لأن تقول لكم هي آلية مبنية على فكرة نحن عنا قواعد صارمة لا يجب أن هي وآخر شي بنجي لأماكن معينة طب هون ما عليش لا ضيرة بها فينا نكسر قواعد ما في شي اسمه علم صديقي وبقاعدة نفسها أنت بتتجاهلها بأماكن معينة العلم هو آلية صارمة بقواعد صارمة مجبورين فيها لأنه عطت نتائج إيجابية واضحة مع تجربة على مدى الزمن انت هلا بالحرف شرحت لي إنه لأنه عنا قواعد بس في أشياء يا أخي ما عليش من مرأة يعني هذا الصحب إنه ماله صحيح الحديث لكن يعمل به لأنه خلص ما بيدرك إذا صليت صوفي ما عنده قاعد إلي أنت هات إيدك والحق أني الموضوع الحديث الخاص بقتل المرتد حديث ضعيف تب تعمل به ليه مين قالك إنه ضعيف حديث صحيح ومتفق على صحته ما ضعفه أحد من الأشياء هنصحك نصيحة مع أني بعرف أنه فيديو مسجل ومرفوع وخالص بنصحك ما تقوله للحديث وتقرأ وتمدح فيه لأنه هذا الشيء مخالف لقواعد اليوتيوب وممكن تأخذ عليه أو تمسح القناة بس اكتفي بهذه الكلمة حديثه صحيح متفق عليه بس اكتفي بهذا الموضوع ولا تجيب سير توس ما عملني لا إما ده رأيك أنت الشخصي عشان أنت مش مقتنع بالقضية دي ما علينا من قناعتك لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن بقول سمعنا وعطانا وعلى العين والرأس وفي آيات في القرآن تدل على نفس العقوبة دي بس لو دورت حتلاقيها لبعض شيء بعد لبعض اللي بيقول الرسول على عيننا وراسنا شو يعني لعيننا وراسنا قتل المرتد على عيننا وراسنا شو يعني هذا الكلام أصدقائي أي إنسان ربيان صدف جغرافيا أنه ربيع على هذا الدين اللي أنا كمان عليه وهو الدين الصحيح وغير رأيه مع الوقت سبب أو آخر يقتل لأنه اللي قاله الرسول على عيننا وراسنا وإذا ما عاشبك الحديث قال له روح دوب بالقرآن بتلاقي لأصده هو يمكن على صورة التوبة يمكن من صورة التوبة استخراج حد الردة وأماكن أخرى يمكن من القرآن ليس بالضرورة إثبات ولكن استنباط حد الردة من القرآن يمكن كذلك بآياتها لا تصدح ضرني فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم أو هيك شيء بصورة التوبة بمعنى إن لم يتوبوا فيقتلون حديث تارك الصلاة بيقتل حديث ضعيف أنا أول مرة أسمع إن في حديث بيقول تارك الصلاة يقتل مفيش أصلا حديث بيقول كده خالص نعم لو وجد حديث عن تارك الصلاة هي فتوى تعود ابن تيمية ويستتاب وإن تاب وإلا يقتل لكن يمكن استنباط من الإسلام تاريخ الإسلامي ومن القرآن أن تارك الصلاة يقتل هو صح بشغله الأخ عبدالله رجدي كلامه صحيح في قصة أنه هذا الشخص أخطأ ليس حديث لكن هذا لا يعني أنه ليس حكم في الإسلام فخليه أكمل لما العقوبة دي جت من قضية تانية تماما اللي هي في آية التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة أو الزكاة فخلوا سبيلهم أو يعني معه هو أنا بحب هذه الآلية أخ عبدالله رجدي بيبدل لك المقطع فشرت فشرت مخطأ ما في شيء اسمه تارك الصلاة يقتل ما عم تحكي أنت هاي اللعبة السيكولوجية على البشر عادة أن الناس اللي عندهم حتى نوع من أنواع التحييزات الفكرية شو بيعملوا أصدقائي بيسمعوا المقطع الأول من الكلمة بس تارك الصلاة يقتل عم استنى شيخي رجعني يا شيخي أثلش قلبي علمني لا يوجد شيء اسمه تارك الصلاة الحمد لله بس طمنت مخه بيقفل ما عم تبيسمع شيء من بعده عم بيحكيه لك من بعده أنه لا يوجد حديث لكن يوجد الحكم وجب لك يا من القرآن لهو حتى إذا نفكر نحن شو هي الحروب أول حروب وقع فيه المسلمين من بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام حروب حروب الردة الناس اللي رفضت تدفع الزكاة لأبو بكر ورفضت الصلاة ما عم تراحوا هالجلامع أتلهم وأتلهم على أساسه من هون كمان يستخرج موضوعنا تارك سراي قدي شو حكيم هذا الحكم أصدقائي في الإسلام اللي هو متفاخر فيه الأخ عبد الله رجدي وعن جايب لك يا من القرآن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وقاتوا الزكاة فخلوا سبيلهم شو يعني إن لم يفعلوا أكمل عبد الله أنا ما في داعي أنا لا أنشر الإلحاد ولا عمل شيء خلي يوكي يعني بس أعطيه مايك للأخ عبد الله رجدي بوقتنا الحالي وصلنا لمرحلة أصدقائي الأخ عبد الله رجدي صاهر معه مثل الصهاينة بس أنا عندي قاعدة بالحياة ما في داعي تدور على تاريخ الصهاينة وصخقن وأشياء بس أعطيه المايك ليش أنتوا سألوا نفسكم بوقتنا الحالي ليش ما في ستريمر الصهاينة موجودين على الساحة ليش ما بيعطوا المايك لناس واقفين بالشارع دول الصهاينة ما عم بقولي اليهود أو أهل إسرائيل بشكل عام سكان إسرائيلي اليهود نوع الصهاينة بالذات المتعصبين ليش ما بيخلوهم يطلعوا ستريمز الحكومة تابعهم ليش ما بيعطوهم المايك لأنه ما في داعي تبحث بالتاريخ بدك تعرف مشكلة للصهاينة عطيه مايك لأي واحد صهيوني الأخ عبد الله رجدي ماشي على القاعدة نفسها بوقتنا الحالي أنا ليش اللي عزب حالي ونشر الإلحاد والطعن بالأديان ولا لا بس عطيه مايك لأخ عبد الله رجدي أكمل فضح معك يشي أنا فضح عدليها حتى هي إنما العقوبة دي جت من قضية تانية تماما اللي يا في آية التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فربنا عصم دماءهم من القتل في مقابل إنهم يتوبوا يصلوا يصوموا فالولا ما أخذوا من ده فكرة عقوبة تاريخ الصلاة من الآية بهم رجعوا للقرآن ما رجعواش للحديث وأصلا أنا معرفش إن فيه حديث بيقول حاجة زي كده صحيح يعني مش موجود الكلام ده حديث بإنه أنا كمسلم إذا هلا ما بقوم بصلي أقتل شو حسازك بهذا الموضوع أخي المسلم أنا جدا أنا حابب أعرف إخوتي المسلمين نحنا ديننا بيجبرك إنك تصلي خمس مرات من النهار وإذا ما صليت منهم تقتل ما بتحس في شي غلط بالموضوع شو هذا الإله أو التصور المضحك للإله يلي بيشوف من المبرر إنسان يقل إن غير رأيه عن دين والدان عليه بأشوائية جغرافية أو إن كان ما زال على الدين نفسه لكن غابة على الصلاة لنكون حقيقيين أكتر وواقيين أكتر الموضوع هو بالطلب يعني ما فيه بأنه تركت الصلاة تقتل الموضوع وبه بساطة فيه استتابة وفيه كذا لكن حتى الاستتابة إيهانة هاي فكرية وإيهانة للذات الإلهية نفسه الشخص مو مستعد يضرب راسه بالأرض لحتى الله يشعر بالمجد تبعه ويشعر إنه هو شغلة كبيرة لأنه الله بحاجة الناس تصلي لحتى يشعر إنه هو إله أو إذا بتمنع عنا من نجيبك نستتيبك نقوم عليك الحجة وقامت الحجة ورفضت تقتل أنا عم بحاول تصور لو أنا مسلم وعمت فرج على الفيديو هيك قاعد عمت فرج على الشيخ عم برد آه حلو يا أنا يعني أنا مثلي مثلي ملحد مثلي مثلي مرتد إذا ما عجبني الدين أكتر وإذا عجبني الدين ورفضت صلي أكتر أوكي أجازو هذا الحديث بها عمرها زانية يعني سترف تخل من بيتها تتزين وتتطيب كأنها زانية أو الحديث بيقولش كأنها على فكرة بيقول فهي زانية حتى ترجع وده متوافق مع القرآن زي ما قلت لحضراتكم ومع حديث ثانية النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة إذا أرادت أن تشهد صلاة الإشاء إلى أخير الإشاء يعني وكانت أخر بالليل فلا تتعطر ولا تتطيب وقال إن المرأة إذا استعترت فلا تأتي المساجد وقال لا تمنع إما الله المساجد ولي خروجنا وهن تفلات يعني مش حطين ريحة يبقى الحديث متوافق مع الفكرة دي فهي زانية مش معناها أن هي زانية معناها أن هي عليها إثم كإثم المرأة التي تزني عشان بتطلع بره بتثير الرجال بالبرفن بتاعها إلا رأى لوحة كلها تم نعرف شو حكمها بيحفروا لحفرة وترمى بالزهور إس هيك طبعا من التعذير بقى يعني نوع من نوع التعذير وبالزهور أصدقائي وكلما بيكون زنبة أكبر كلما الوردة أكبر بتكون بنرميها فيها هذا حكم المرأة الزانية اللي هو جمع لك إياها مع المتعطرة حتى مو المتبرجة عبيقلك بالحديث شو لا تجوا على الجامع وأنتم متعطرات بس العطر لوحده بيستوجب عليك الرمي بالزهور عدرتك هتقول لي لا دل برفن النساء ملوش أي إثارة وأنا بسلم على المرأة زيها زي الشجرة الجميلة ربية الجميلة يبقى في الحالة دي كلامك بيناقض الغريزة الإنسانية وبيناقض الفطرة البشرية وبيناقض الواقع وباليش نضحك على بعض ونعد إيه نظهر أن احنا مش فرق معانا عيب ده ما ينفعش الناس بيتكلها عارفة وعارفة أن الكلام ده كلام ماسخ ما ينفعش نقوله يعني أنت ما ترف أنك أنت ماشي على الغريزة الحيوانية الإنسانية تبعنا جرميل هذا الشي أو شي فيه اعتراف لصحة نظريات تطور وتاني شي فيه اعتراف منك أنك أنت أنت ما لك مستعد أبدا بأي طريقة من الطرق تتحكم بنفسك إذا مرأة مرأة من جنبك وحطها كوكو شانيل ما فيه لا يمكن ما عنده طريق يعني هو حاول يفكر فيها أما قال لك طب معارضة ما عم بقدر صديقي كل الكلام اللي عم تحكي لنا يا أنت ما عم بيخبرنا أي شي عن المرأة وما عم بيخبرنا أي شي عن العطر ولا عم بيخبرنا أي شي حتى عن الدين إذا بدك وقت تجد لأن الدين هو بنهاية حبر على الوراء هذا الكلام عم بيخبرنا عنك أنت عقليتك شو هي وطريقة تفكيرك اللي بعد قوة الرواية هنا متفقوا لأيه؟ أيوة وموافق عليه على الاعتبار أن السنة بتاعها قوي لكن المتن ضعيف يا جماعة فين يا جماعة المتن الضعيف ده هو الوستاز قعد كده مع نفسه فقال لك المتن ضعيف يا جماعة طب فين أدلتك الإلمية مفيش هو الموضوع كله أنه مش عجب الأخ عبد الله رجدي عنده مشكلة مع واحد ما بيقدم أدلة يا زلقائي المرة تانية خليني نشايك المايك هل تسمعوني منيح؟ الأخ عبد الله رجدي عنده مشكلة مع حدا بيحكي من دون أدلة لوحدة ما تخرج ما تحطش برفي فقال لك ضعيف عرفتوا بقى احنا عايشين في الهوس ده رألنا من 2011 عرفتوا احنا عايشين في ايه؟ في العبط اللي انتم شايفينه ده مش عاجبني فضعيف بس ادي كل اللي عايزين يعملوا في دينكم فسيحنا وقفين وبالمرصاد الصحيين معلش خليني بردو في الإبراكو انا بنتفق معك بأنه وقفين وما بنتفق بالمرصاد بالصحيين الصحيين هاي بدنا نحكي بدنا نناقش فيه قد الرواية عن من رؤية هذا الحديث؟ ما عرف فضلت شي تقول لنا مروع من مين انا مش فاكر هلا اصبع هو مش فاكر بس هو وقال لك ضعيف ومعنى ما ينفعش وورث في كل الهحديث الصحيحة وسنده صحيح ومعنىه ضعيف ومش فاكر كله قتنا عنا الغدة اللي بتنسي يا صدقائي كمعن مرء له يا أهل الأخ ادي الموضوع كله حبيت ارده على الفيديو عشان انطلب مني ارده عليه ان شاء الله دايما هرده على الحاجاتي لازي كده شوفكم على خير بإذن الله يتعلم ان شاء الله يعطيك العافية اول شي شكرا على الفيديو وعلى المحتوى اللي عم تقدمه انت انا دائما مع اعتراضاتي طبعا من العقائدية مع انه اي حدا يطلع يعبر عن رأيه يحكي لي بدي اياه خاصة اخي عبدالله رجدي لما بالـ 2024 انت عم تعلم الناس اشياء لا يمكن تصديقه مما يطعم بالموقف تبعك اللي هو بشراحة انا بشوفه شيء ايجابي كلما الناس تسمع كلامكم اكتر كلما الناس تستوعب انه فعلا في شيء غلط بالدين اكتر هذا الشيء مفيد ليش مو بالضرورة لانه الناس هتترك دينا وتقلحي الثاني يوم وتروح تتابع شريف جابر وتقولك الكون قتب من عدم وهي العلاك اللي منبلش نفوت فيه ما بنخلص منه وانما بس بيخف التعصب تبعها يعني هذا الفيديو برأيي اغلب الناس اللي استمعت له باسوأ الاحواب تطلع بفكرة اخي انا ما لدي علاقة بالحديث خليني بالقرآن انا نزال امي لا ما دخلني بالحديث الحديث يبدو فيه شيء غلط لكن حتى هاي مو خطوة جيدة لالكن لالك لي انتوا لازم تسألوا ليش هن مرعوبين لهي الدرجة انه يصير فيه طعم بالحديث ليش خايفين على اشياء حرفية مثيرة للضحك ولا لا يمكن الدفاع عنها لكن بدافعوا عنها وبيطلعوا منظرهم مثل الكلاونز وهننا بدافعوا عن هاي الامور ليش عم بيعملوا هيك بحالهم مو غريب الموضوع شوي مو واضح انه هن الناس عن جدوة الجد عندهم عقول بشر عاقلين راشدين يعني خلينا المجبورين اولى مو واضح انه في شي غلط ليش مجبورين يحطوا حانهم بهي المواقف المحرجة انسان مثل هاد الشخص لالفين واربعة وشرين طالعا عم يدافع عن اشياء لا يمكن يمدفع عنها بكل بساطة اصدقائي مو بسبب الحديث نفسه ومو بسبب لانه بيعبدوا البخاري وانما بكل بساطة بشبب كلمة وحدة اللي اسمها التواتر الحديث ايجانا بالتواتر اصدقائي فان صار طعن بآلية التواتر الخطوة التانية بتصير القرآن لانه من اغرب الشغلات اللي امشوفها بالعقيدة الاسلامية والمجتمعات الاسلامية انه اغلب الناس ما بيحرفوا ان القرآن اجاب التواتر سمها والناس مفكروا انه الرسول نزل عليه الوحي بيوم من الايام كتبوه ونفسه موجود عندنا اليوم بالمكاتب ومحطوط عندنا بالبيت نفسه هو بزاد ولا كلمة متغيرة ولا حرف ولا كذا وبيسمعوا بشي اسمه سبع حروف ونزلوا القرآن في كلمات وبيسمعوا هيك شغلات ما يفهموا شو معناها بكل بساطة اصدقائي خايفين انهم يطعنوا بالتواتر وليس الحديث الآلية خايفين يطعنوا فيها لانه انطعنوا بالتواتر طبعا حديث مجبورين مع مستقبل يبلش يقولوا طيب تعال القرآن القرآن فيه شغلات يمكن يدفع عنها لانه بصراحة غير مفهومة طريق القتابة مكتوبة فيها والتكرار والأشوائي اللي مكتوب فيها القرآن فيه اشياء غير مفهومة بكل بساطة فبتمروا لكن فيه اشياء واضحة ومفهومة جدا ومروعة اخلاقيا ومنطقيا من بلش نطعن فيها ايضا ليش لانه القرآن ايضا اتانا بالتواتر هذا اللي خايفين منه هدول الناس لما انتوا بتسألوا ليش عم يدافعون اشياء مثيرت ضحك مجبورين لانهم خايفين على الآلية وليس الحديث نفسهم فانا سعيد انو الاخ عبدالله رجدي اللي وقتنا الحالي بكل ابتسامة وانفتاح فكري مستعد يقولوا انه هو مع قتل تارك الصلاة ومع قتل تارك الدين او المرتد عن الدين تنطبق القاعدة نفسها اللي قلتلك ياها يلا بتصير عمع الصهاينة انا ما في داعي تعيب حالي انا بسلمك مايك للك بس انت تحكي بس انت فتاعت امك ما في داعي انا احكي اي شيء فبقي الوساطة احقوله اخي عبدالله رجدي اللي انت ام تام لو ستم الرعلي